السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناة لمدة العلال الشرحات النهاردة هنتعرف مع بعض عن اسهل طريقة نتواصل بها مع منظمة الصحة العالمية دي اللي نقدر ناخد منها الارقام الصحيحة ودي اللي نقدر ناخد منها تقارير يومية افضل من اي مصادر تاني بدل ما يقولك ده بيقولك كذا ده بيقولك بلد فيها كذا كل ما هنالك هو احنا بنخزن رقم التليفون بتاعهم عن طريق الواتس وبنبتدي نتواصل معاهم وهواريكم ازاي دلوقتي بالخطوات رقم الواتس لمنظمة الصحة العالمية هسيبه لكم في صندوق الوصف ده هتخزنوه عندكم في التليفون وهتمشوا معايا بالخطوات دي وهتاخدوا معلومات لحظية ويبقى مصدركم مصدر اكيد مفيش فيه اي لغة او اشعاة اول حاجة احنا بندخل على تطبيق الواتساب بعد ما بنسجل الرقم بنعمل بحث عندنا هنا عن الاسم اللي احنا بنسجله منظمة الصحة العالمية بيبتدي يجيلي بالشكل ده وعشان اتأكد بلاقي ان فوق الاسم اللي انت سجلته مكتوب اللي هي منظمة الصحة وفيه علامة صحة جنب الرقم لانه حساب تجاري تبعهم هم واخد علامة صحة من الواتس انه تم التأكد من الرقم فعلا انه هو تابع لمنظمة الصحة العالمية بعد كده كل اللي مطلوب منك ان انت بتكتب رسالة وبتكتب فيها هاي بيبتدي هم يرد عليك في نفس الوقت بيرد عليك اهلا بك في منظمة الصحة العالمية وهنديك اخبار عن الفيروس كوفيد تسعتاشر وبتدي بعد كده بيتعامل معاك كأنك داخل على قايمة اللي هي كأنك بتتعامل مع احدى شركات المحمولة او احدى شركات الموبايل وبيبتدي يجيب لك انت عاوز تعرف ايه هترد عن طريق ارسال رقم من الخيارات اللي قدامك اول حاجة اللي هي اخر احصائية او اخر ارقام فانا بكتب واحد بس وبدوس ارسال بيجي لك الرد فوقتها بعد ما كتبنا واحد اهو جان الرد بيقول ان اخر ارقام موجودة وبيديني احصائية على مستوى العالم وفي اوروبا وفي جميع الدول طيب ده بالنسبة لأول رسالة ان انا عاوز من احصائية طيب انا عاوز بعد كده وبيبعتلي رابط بيقولي لو عاوز تعرف التقارير اليومية للحالات على مستوى العالم اضغط على الرابط ده فانا بضغط على الرابط وبعد كده بيبتدي يحولني لملف بيدي اف بيفتح عندي وبيحمل بيدخلني عندهم اهو عن الموقع عندهم هما بعد كده بيجيب لي ان فيه حتى الان فيه ستين تقرير موجودين لو نزلنا تحت عند مثلا رقم تمانية واربعين تمانية واربعين ده كان يوم تمانية بعد كده ماشي بالتدريج معانا لحد احدث واحد اللي هو التقرير رقم ستين لو دخلنا عليه بيفتح معايا ملف بيدي اف بالشكل ده اقدر ادخل على الخريطة واشوف مدى الانتشار المرض حاليا حسب اخر احصائيات عندهم وصل لإيه بالخريطة وبالارقام ده تقارير وهنا عدد الحالات وعدد الوفيات في جميع الدول زي ما احنا شايفين ملف بدي اف سهل جدا ان انت تتعامل معاه في جميع الدول مثلا زي مصر وفيه اربعتاشر وفيه ستة ايه هما الاربعتاشر وهما الستة لما منطلع فوق بنشوف اجمال الوفيات واجمال الحالات اللي ثبت ان هي حملة للفيروس بعد كده لما بنرجع تاني ده الموقع خلاص عرفنا بنرجع تاني لتطبيق الواتساب نمر اثنين بيقولك بروديكت يورسلف انا لو كتبت هنا اثنين احمي نفسك بيرد علي هو برسالة دايما نحن ان استعمل الماوز الصبون في الغسيل وانك ما تلمس عينيك ما تلمس بقك ما تلمس مناخيرك كوفر يور ماوز غطي دايما انفك وفمك اثناء العطس وابعد دايما عن اشخاص المصابين واكتر حاجة واكتر فايدة ان هي استاي ات هوم قعد في بيتك الزم بيتك ده افضل حل انك تلزم نفسك وتلزم اهلك ان انت تقعدوا في البيت لو حسيت باي حاجة اتصل بالتليفون زي اعراض اللي هي مثلا ارتفاع في درجة الحرارة وكده وانا شايف ان اسلم حل هو ان الواحد يلزم بيته بعد كده في الخيارات بقى الخيارات احنا خدنا واحد وخدنا اتنين بعد كده لو عندك اي اسئلة بتضغط رقم تلاتة وفيه ارشادات الصفر وليكن مثلا نشوف رقم خمسة طبعا احنا بالشكل ده بناخد معلوماتنا من مصدر موصوق منه لا داعي للاشعاعات طبعا انا فيه كلام هنا مش عارف اترجمه وكل اللي بتعمله ان انت بتضغط على النص وبتدوس نسخ بيطلع عندك ترجمة جوجل بتكون مفعالها وبيبتدي يجيب لك الكلام بالانجليزي اللي انت نسخته وبعد كده بيجيب لك العربي تواصل منظمة الصحة العلامية تقديم المشهورة ضد تطبيق كيود السفر على البلاد اللي فيها المرض تفشى وبيقول لك من الحكمة المسافرين المرضى ان تأخر او تتجنب السفر للمناطق المتأثرة خاصة المسنين لانهم اكثر عرضة وبعد كده لو فيه حصل زرف اجبار والانسان اضطر يسافر اغسل ايدك بشكل متكرر ما تلمس عينك وفمك غطي انفك وفمك لو في حالة عطس او في كحة ابعد مسافة لا تقل عن 3 متر بينك ومن الشخص المريض واتبع مارسات النظافة الغذائية المناسبة وارتدق نوع لو كنت مريض او كنت بترعى شخص مريض واي انسان رجع من مكان كان فيه المكان متضرر او كان فيه تفشي للوباء يريد ان هو يعمل حاج لنفسه لمدة 14 يوم عفان الله اياكم اظن النهاردة التطبيق ده سهل جدا عن طريق الواتساب الاخير ان الناس كلها تلتزم ودوره على البحث العلمي وارجو ان نبديكم تجربة الناس تستفد منها وتعرف الصالح من الطالح ومين اللي نمشي وراه ومين اللي نبتدي ندعمه واهم حاجة ربنا عافينا وعافيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة